السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا حلقة ديت اليوم إخوان مليئة بالأخبار غان بدأوا سريعا بالأخبار اللي كتعلق بالحالة الوبائية الاجتماع اللي كالبارح إيطاليا غتختار الاتجاه ديال المناطق الحمراء المحلية وهذا الشي يا إخوان هو اللي كنتكلمت عليه فاش بديت نسجل وفي النهاية ديالتسجيل عجل جدقيقة هاي يا إخوان خرج الخبر ديال أنه لومبردية غتدير ربعة المناطق حمراء غان قولكم شكونا ما هذه البلديات والقوانين اللي غيكونوا في هذه البلديات اللي غيستدفهم لمدارس كاملين في حين يا إخوان أنه ثلاثة الجهات كالخطر ديال أنها تولي منطقة برتقالية ابتداء من نهار الجمعة جوج منطقة حمراء غان تكلموا عن الحالة وبائية في إيطاليا وغانشوف واشنو قررت اللجنة العلمية والتقنية في حين أنه غنتكلموا عن الناس اللي عندهم الوينتري كان واحد الخبر اللي مزيان إخوان هو أنه هذوك الخدمات اللي بالخلاص غتقولون لي موضاعا وما غايبقوش يدرهم لكم لذلك ما غايبقوش يتسرقوا لكم الفلوس يا إخوان من راسي ديالكم غنتكلموا على خبر اللي صراحة عين من هذو الأخبار إخوان نازيف المغارب المششريدين يعني هذو الشهر اللي داس تقريبا هذو الشخص الرابع اللي كنتكلم عن الوفاة دياله إخوان وكلهم كيتوفاوا بالبرد يعني لله يدر الشوذي الخير والله يرحمه هاد السيتاوي إخوان غنتكلموا كذلك وهذا الخبر خاصكم تفرجوا فيه إخوان باش تعرفوا الغرابة في الأمور أنا في إيطاليا كيواقع شحويج ما كيواقع فتش بالأصف العالم زايا حاكم الفانيتو عشر يام هو مصدع لإيطاليا راسا وليوم أخرج كذلك في الراديو لذلك جميع الصحف كتكلم عني تيقولوني أنا عندي 27 مليون ديالج جلبة خاص أركوري يعطيني الرخصة باش نشريهم يعني عنده كونتراس موجودين وبطعبية حال المشكلة لكييني إخوان هو شريج البيت للإلتحاد الأوروبي مرخص ليهم يعني يمو ديرنيا فايتزري أسترات زانيكا وبطعبية الحال واحد البرنامج التلفزيوني إخوان عيط هاد الشركات قال لي موش نتوم عندكم الحق تبيعوه لجيهات ونتبيعوه شي شركات أخرين قالوا ليهم لا فأوروبا كنبيعوه الاتحاد الأوروبي شكولك يكدب تفرجوا في هذه الفقرة باش تفهموا ما هو واقعي إخوان واحد الفيلم طويل في حين أنه سنتكلموا على الجديد ديال الرحلات البحرية إلغاء الرحلة القادمة محتية ديال نهار عشريني إخوان الناس اللي كتسول على الرحلات البحرية سنتطرقوا كذلك الموضوع ديال الرادي ديالشتا دينانسا والناس اللي كدفع الطلب ما عنداش عشر سنين نفط طاليا كي تعطاها الرادي ديالشتا دينانسا ولا كيررف الدورة يا إخوان كاينة القواردة دي فنانسا شوفوا ما هو وقع الواحد المغربي اليوم وطبع يتحلي إخوان كيفما العادة كنشكركم جزيلا الشكر على اللي لايك اللي كتخليه والناس ما كتبخلش باللي لايك وكذلك على التعليق ديالكم والناس اللي ما مشتركش في قناتي الشاركو يا إخوان باش تبقوا التواصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله فيما يخصي إخوان الرحلات البحرية وكيفما كنت قلت لكم الأسبوع الماضي إن شاء الله نهار ثلاث ولا نهار لأربعة غادي نعرفو الخبر حول الرحلة ديال نهار السبت نهار عشرين في شهار جوش حيث بطبيعة الحال جران ديال نافي فيولوشي طلبت من السلطات المغربية على الأقل لك أنتغس بلوكي واحد الرحلة تعلمهم واحد ثلاث يام وناربع أيام قبل باش الناس اللي كتديرت ديبار من مدن بعيدة ما تديرش ديبار من الدار ديالها وما يوقعش لهذا كشي اللي وقع الناس اللولانيين وصلوا حتل ميناء إخوان من مدن بعيدة وقالوا لهم فلخر رحلة الغاز لذلك اليوم يا إخوان في صباح توصلت بالخبر من غران ديال نافي فيولوشي هو أنه الرحلة ديال نهار عشرين للأسف كتلغى يعني ما كيناش باقي الخدمة نتساؤلت ديالي إخوان را كنحاول نجيب لكم الخبر سولت واش كين يعني ما زال نقاش واش كين تحاولوا مع الناس المغرب وذك الشي قال لك حنا كنحاولوا ولكن ذلك الشي باقي شوية ما كينتش حجة واضحة لي بينه على حساب ما يا روجي إخوان وهذا الخبر أصلا ما خصني شو نقوله لكم ولكن عير الناس اللي عندها مبلوكة في المغرب عند السيارة ولكن اللي بغي يدي الطموبيل من هنا ولا ذلك الشي على الأقل تعرفوا شنو كين على حساب ما يا روجو هاتش راه ماشي رسمي حيث مخرج حتشي وزير ديال الصحة ولا ديال النقل شرح هذا الشي عير هادراك الدور ما بين الناس اللي خدمها في القيطاع ديال النقل البحري قال لك ربما المغرب ب يجلب الناس اللي كان في الديوانة والناس اللي خدمين في الميناء عاش يفتح الرحلات البحرية لذلك قال لك ربما كيتسنها واحد عشرين يوم ولحت الشهر يعني عشرين يوم إياه الفترة مني الواحد كي يجلب كي ياخد فيها الحماية ديال الجلبة أو أنه شهر يعني ياخد الجرعة الثانية وذلك الساعة قدروا يفتحوا الناس بطبيعة حلق إخوان وكيفما قلت لكم عير هادراك الدور ومشي شي حاجة اللي رسمية ولكن بغيت على الأقل ناس اللي كيتسناو والله يحسن العوان نشارك معاكم من ذلك الش اللي كيتسناو إلا كان شي جديد رغضي تعرفو عن طريق القناة والله يسمعكم الخبار الخيري إخوان والله يفكوا حيلكم فيما يخص يا إخوان الاجتماع ديال البارح اللي كان ما بين اللجنة التقنية والعلمية ووزارة الصحة واللي بشأنه كانوا غايت ناقشوا على الموضوع ديال أنه يدار واحد الحجر صحي في إيطاليا الشامل هادش اللي كان يعني اقتارحه ريتشاردي المستشار ديال وزير الصحة وطبع يدح نحتك ريزانتي تا هو قال نفس شيء إخوان وقال بلا أنه إيطاليا راه ديجر وطار وباقى مدارش الحجر الصحي راه خطأ كبير لكن الاجتماع اللي خرجو به البارح إخوان وهذا الشي اللي خرجو به البارح راه مختلف جدا على الكلام ديال هاد الخبارة ودير هاد العلماء اللي قالت اللجنة التقنية والعلمية هو أنه الألوان راه خدامه يعني الأبيض الأصفر البرتقالي والأحمر راه هم مزيانين في حين أنه خدوا واحد القرار اللي غير مش نشوفه من بعد ومن بين الأشياء اللي قال حان هو أنه مستبعد أنا ندروا منطقة ديال الحجر صحي شامل علاش حيث إيطاليا كتختلف لحالة الوبائية ديالها باختلاف الجهات كينش جهال لكتسهل الأبيض وكينش جهال لكتسهل الأحمر لذلك ميمكنش أنك تجي تدير واحد الحجر صحي عين كاملا في حين أنه كينة إمكانية وهتشعي الكلام ديال الصحفي إخوان يديروا واحد المنطقة بورتقالية على إيطاليا كاملة ماشي حجر صحي ولكن منطقة بورتقالية نمشون شوفوا يا إخوان القرار اللي خدات الوزار والواحد البلغ اللي خرجته اليوم وفيما يخص تحليل السريعة حيث حلا عارف اللي أنا هو التحليل السريعة ماشي يعني عند المصداقية بحال تحليل اللي هي كلاسيكية تحليل السريعة كتقدرت غلط في مية واحد مريض تقدرت بيليك سبعين وثلاثين شخص اللي هو يبوزيتيف يقدر يفلط لها لذلك وزارة الصحة وحيث كان هات السولة اللي هات الجديدة يا إخوان قاتلي متفاديا للأخطاء خاصنا نوليو نديروا الضوبل ديال التحليل إلا مشي تدرتي تحليل السريعة ودروها لك بوحد الماركة وطلعت نيغاتيف خاصهم يعودون لك التحليل السريعة الثانية بماركة خورا حيث المرطة يتحكيين بزاف الشركات وبزاف الماركة وفي نفس الشي إخوان إلا طلع الوحد ببوزيتيف هات الشباش يكون عندهم واحد الأرقامي إخوان ويقدروا كذلك يعرفوا حالي قدروا يتيقوا في هات التحليل السريعة لذلك الوزارة للصحة علمت جميع السبيطارات أنه مدروها هذه الخطة وفيما يخص يا إخوان المراتق كيف ما قلنا السمالة اللي فاتت راح كان شبع المراتق اللي دايجه كانت مريسكيا وكيف ما قلنا السلالة البريطانية راح خمسة الناس اللي كيلقوهم بوزيتيفنا في إيطاليا أو واحد فيهم كيكون مريد بالسلالة البريطانية وفي بعض المراتق مثلا في كياتي وفي بيسكارا راح النص فيهم مريد بالسلالة البريطانية فيما يخص الألوان السمناججية راح كانوا Nutada الرايجونية إخوان ربعات المناطق اللي مريسكيين أو ثلاثة ثلاثة اللي هم هاي البازيليكاتا الفريولي بناتسة جوليا وكذلك المليا رومانيا اللي يعدهم لردي م الشرطة كاتور الفيروس اللي هو يصفر فاصلة تسعين. ولو وصلوا الواحد اخوانه ما بقى لي موالوع واحد. غاولوا له منطقة برتقالية. في حين انه لابروتسو اللي عندها ديجة البروفينشا ديال كياتيو البروفينشا ديال بيسكارا اللي هما هي منطقة حمراء. ربما تولي الجهة كاملة منطقة حمراء. وكذلك نفس الشي اخوان الجهة ديال لومبريا. اللي عندها البروفينشا ديال بيروجيا اللي كبيرة بزاف منطقة حمراء. وكذلك سستة البلديات في البروفينشا ديال تيرني اللي هما منطقة حمراء. وربما تولي الجهة كاملة منطقة حمراء. وكينجيها اللي لأكدات الارقام اللي كانوا عدى السمان اللي فاتت. والحال ديالة مخيابتش. وربما تولي اول جهة في ايطاليا عندها منطقة بيضاء. كنت تكلموا على الفالدة وسطي اخوان. اللي السمان اللي فاتت كانت عدى قل من خمسين اصابة في كل مئة الف نسمة. وكانت يعني لارت تحت الواحد. وهذه ما شرط اللي الدولة كتشروط على جميع الجهات مش يدخلوا في منطقة بيضاء. هادش يعني انه ستولي اول جهة. والمنطقة البيضاء سيكون حالين في المطاعيم. البيران. المسابيح. السينما. المصرح. قاعات الرياضة. كل شي مفتوح. الشروط الوحي اللي كينه هو انك تدير المسكيرين والتباعد الاجتماعي. يعني غنت ستنوي اخوان نهار الجمعة باش نشوف هاد المنطقة واش غادي تحتافظ بالارقام اللي عنده تولي منطقة بيضاء ام لا. حاجة نشوفنا فاش بغاو يحبسوا المحطة ديل تزلو جوحة ربعة تسويق الاخرى. كذلك طلبوا من الوزارة ديل جيهات اللي شدتها لاتجيل ميني اللي هي من الحزب ديل سيلفي برلوسكوني. قالوا لها على الاقل القرارات اللي غتولي وتاخده. ما توقعوش تخرجوهم نهار الجمعة. خرجوهم نهار الخميس او نهار الاربعة. باش يكون عدنا الوقت باش نوجدوا ريوصنا. لذلك حنا غادي نشوفي اخوان واش غايبقوا يقولو نهار الجمعة او لا ايام قبل. هاد الخبر يا اخوان اضطريت انا نسجل من بعد ما انني سجلت الحلقة. وهادي دبراها تمانية وتمانية واربعين دقيقة وكي وصلنا هاد الخبر اللي كيتعلق بالجهة اللومبردية. رئيس ديالا فونطانا من بعد ما انه التاصل بوزير ديالصحة. حيث كان بعض البؤر اللي تشكلت في بعض البلديات قرر انه يدير منطقة حمراء محلية في اربعات المناطق. وهاد ربعات البلديات اخوان اراه مكان الاتي. كان عدنا فيدجو اللي كان في فاريزي. ميدي اللي كان في بافيا. كاستريت ساعتو اللي كان في بريشا. وبولاتي اللي كان في البروفينشا ديال ميلانو. هادو كاملين يا اخوان ابتداء من غداء مع السلية العشية. غتنطلق فيهم المنطقة الحمراء. واللي غادي تبقى احتى النهار وعشرين في شهر جوش. المدارس غايصدو كاملين يا اخوان. مشاعر التانويات. ابتدائي تانوي والاعدادي وكذلك لازيلو نيدو ورسكولا ماتيرنا. كلهم غايصدو في حين انه دراني تقرأ وغايدروا الدراسة عن بعد من الملازين ديالومي يا اخوان. لذلك هاد الخبر راه جاعد دابا يا اخوان. وهذه هي السياسة تقريبا اللي غايت بشفاء ايطاليا. ما تفقاش دير ما نتقى حمراء على الجهة كاملة. حيث كان لاختلاف من جهة الجهة ومن البلدية البلدية. وهاد السلالة البريطانية اخوان راه تخلق مشاكل كبيرة انا في ايطاليا. الله يدرش تولية الخير والصافي. في هاد ايام لديه اخوان خصوصا تلتية من الاخراء راه البرد كان قاسح وقاسح بزاف. انا البارح فاش بشيط الخدمة يا اخوان مني فقط لقيت ناقص ست دراجات. وكنت تكلموا على مدينة اللي في براطو اللي هي ماشي مدينة عالية ماشي في الجبال. وكذلك فوق وسط ايطاليا ماشي في الشمال. وكذلك في البروفينشا ديال البالايرموي اخوان اللي كان في الجنوب راه طارح تلج البارح. لذلك نتكلموا لوحد الموجة ديال البرد قارس اللي من الشمال حتى الجنوب ديال ايطاليا. وهاتشي كي خلينا نتكلموا على المعاناة ديالة الناس اللي هي كتسكن في الزنقة ومتشريدة. ومن بينيهم المغاربة وهذه هي الحالة ديال الشخص الرابع اللي غنتكلم عليها. اخوان عرف واحد شهر ما كاملاش رابع شخص مغربي اللي توفى بايطاليا بسبب ازمة البرد والتشرط. هاتسيدي اخوان او لحسب ربما اللي عنده ما بين ربعين وخمسين سنة مغربي الجنسية ربما توفى بسبب اه البرد. وبطبيعة حالي اخوان راه كانوا ساكلين في هاد الحالة شوفوا هاتش شرم الشيطاليا بطبيعة الحالة صراحة يعجز الليسان عن التعليق اش غادي تقول يعني الصور اللي كانوا ساكلين في هالناس وما زال ساكلين في هالناس اخوان هدي واحد المجمع صناعي سابق كان كي تستعمل سابقا في عزل الملح صبت اشتاء والا بحلو اذا الشيء اخوان والناس ساكل هنا الله وورا القصب لذلك اخوان عسمية طاليا نصافي بناذا المخزون وصافي الحالة صعيبة هاتسيدي اللي توفى توفى بسبب مرض تكلم كدلك المدير دي الكارتاس وهد الخبر اخوان را كان حتى في لاريبوبليكا يعني في عدة مواقع كنت تكلم له هد الخبر وكيف ما قلت لكم الرئيس ديال الكاريتس المحلي قليم انا هاتس سيد ركت كان عارفه والناس اللي يعني متطوعين في الكاريتس ديالنا كانوا كيعارفوه كان دائما كيرفض انه ياخد مساعدات من عدنا بطبيق الحال قليم كان عنده مشاكل ديال اه الالكوليزم يعني كان مدمين على المشروبات والله يرحمه والله يغفر لي قال لي مؤخرا يعني المتطوعين ديالنا قدروا انه يقنعوه ياخد المانطات على الاقل باش يتغطى وتكلم كذلك على الحالة اللي كينا في هذيك المنطقة اللي وريدكم يا اخوان في هذي المجمع السيناعي القديم قليم راه طلبت من الكوموني وطلبت من اللازل انه نديروا واحد الاجتماع باش نديروا الحل ديال هذوك الناس اللي كيسكنوه سمايا حيث بطبيق الحالي اخوان قليم الدورميتوريو اللي عدنا فين كي نعصو الكاريتس قليم عدنا سو ثلاثين بلاسة وقليم كيل الكورونا وكل شيو كن نعمروا البلايس كاملا في الليل باش منادم يعني نحيدوه من البرد حيث قليم انا عارف لانه كيل الخطر انه الناس تعادة قليم ولكي راه نقطة انك تعادة ونقطة انه الواحد يبات ناعس في البرد يعني قليم البرد راه صعب من اي حاجة صعب من الكورونا وهاتش يا اخوان راه تتوما بريوسكم تقدروا تتخيلوه اراك تخرج تقضيعين شي حاجة الخارج كتلقى السم ديال البرد لذلك دعاوا معاه بالرحمة يا اخوان وبالغفران والله يرحم جميع موتى المسلمين ان شاء الله هاد الخبر يا اخوان كي يهم الناس اللي عندهم الوينتري وصراحة جميع الناس حيث جميع الشركة ديال ايطالي ديال الاتصال غادف نفس الخطة وكلهم يا اخوان خاصة من ضابطوا للقانون خبر مزيان علاج حيث بطبيعة حال غتكونوا توصلتوا الناس اللي عندهم الوينتري غتكونوا توصلتوا بواحد الرسالة ديال الاسماس من الشركة ديال الوينت كتعلمكم بلا انه غيكون ابتداء من واحد وعشرين في شهر مارس وهذا اخر اجل غيكون يعني البلوك ديال الخدمات اللي انتم ما كتطلبوهمش هاد القضية اخوان راه كانت غير قانونية والناس اللي متبع على اخبار ايطاليا هادي شهر كنا نتكلم على انه المصالح القضائية هنا في ايطاليا حزات على واحد القيمة مالية كبيرة لوينت تقريبا عشرين واحد وعشرين مليار وكذلك حداشر شخص كانوا تحت التحقيق بالتهمة ديال النصب والاحتيال على المستهلكين الايطاليين على ايش حيث كانوا كيفاعلوا ليهم في التليفون ديالهم بعد الخدمات اللي احنا ما كنت طلبوهمش مثلا بحل الماتيو بحل الوروسكوبو بحل الريادة والموسيقى وذلك الشيو احنا ما باغينوش هم تيبقوا ياخدو لك خمسة اورو باش يدروا لك هاد الخدمات اللي انت ما طلبتهمش هاد شي غير قانوني ولكن هاد الشركة اخوان السياسة اللي كانوا ساركنا هي هادي كيقولك انا هاد الخدمات كيدخلوني عشرة المليار وكتجي الدولة كتقول لي مره مره كتعطيهم المولطات المولطافة خمسمائة مليون انت كتشوف راسك تدخل ميسم مليار وعندك خسارة خمسمائة مليون كتقول غانا نكمل في هذه الطريق يعني ان بقرر بحو نخلص هذه الغارة اللي هي صغيرة ومعندي تشي مشكين لكن الحمد لله هاد شي سهلة ابتداءا وهذا اخر اجل من وراه ما غيبقوش هاد السيرفيت سيباتات حيث القضاء ولا تجيكم اللي هي الهيئة اللي كتنظم واللي ضامينا الاتصالات هنا في ايطاليا لزمتها عليهم يعني اخر اجل عندهم هو واحد وعشرين في شهر مارس بطبيق الحال هاد السيرفيت سيغاي حيضوهم ولكن غايبقاو الى انت طلبتهم وباش طلبهم يا اخوان خاصة تكون واحد ركاستة واحد طالب اللي هو يا دوكومنتابل يعني اللي قدروا هاد الشركة يوطقوه من انت غا طلبها غاي سيفطلكوا واحد ميساج في الكود وانت غا ديك الكود غا دي تدخلي في تليفون ديالك الى بغيت هاد الخدمات ولكن ما كنظرش انه شي مغريبي قعف طاليان غايكون بغي هاد الخدمات حيث عالي خمسة اوروح لاتشي حاجة مفيدة لذلك الحمدلله سالاو اه وهدي النهاية دير واحد الفيلم ديال الرعب اللي دام طويلة اخوان راشي ستسنين وما غا دنباد الشفرال اللي بحى الموقع الحمدلله مني سالاو هاد الموضوع يا اخوان غا نطرقو في الراديو ديال تشيطا دينانسا وغايكون سريعا علاش حيث ماشي خبر ولكن عر نصيحة وكذلك تحذير احنا كنسمعوا بززاف الهدر على انه غا يتم تغيير الراديو ديال تشيطا دينانسا غا يدروا شي قوانين جديدة وضلك الشي من بي الاشياء اللي الحركة خمسة نجوم قالت بلا انه هنا ويد ديرها واللي هي اللي دارت هاد الراديو ديال تشيطا دينانسا هنا هي تكتير وتكثيف الكونتрول على الناس اللي خادت الراديو ديال تشيطا دينانسا وندنا احنا وحد العدد الكبير ودي المناس اللي هم مجريمين وناس اللي أخدامون مع الممافيا ومافيوزيين اللي يلق wollen انهم كي يستفدوا منه كان تناس اللي في الحبس لو كي تستفدوا منه لذا يا اخوان احنا بعيدا على هادن الناس والمگريمينern احنا كنتكلموا على ناس اللي ااه خيرين ودرايفين وذا كشي هادي الناس اللي كنعرف منهم انا شخصياً ناس اللي ما عندهم شروط ضير رادي تجوى الشيطة دينانسا و مشاو دفعوا الطالب منك ان فش ادفعت طالب ضير رادي وتجوى الشيطة دينانسا و انتم عندك الشروط كتسين على شئ وراق هذو كله أكتسين عليهم كتقول بلا انهو المواقع اسفلها هادشي بطالياني يراي عندي الشرق فناني فناني وفناني و من بين الشروط اللي كتسين عليا هو انهو انترك في الطاليان منذ عشر سنوات وهذا هو من شروط لكينا كان هناك الناس الذين يعرفون أنني شخصياً أخوان جاءوا للإيطالية هذية ثلاث سنين أو ربع سنين و كيف يدفعوا الطالب و يأخذوا الراديس بشيطة دينانسا وبطبيعة الحال يتجدونهم فرحانين و يتجدونهم بحال وحد الفخر يقدر يقومون بالدولة و يقدر يأخذوا وحد القانون اللي وحدين و أخرين لم يأخذوه حيث بطبيعة الحال يتجدون الراديس و تتغرب للناس قبل ما تعطيهم الراديس و تتشتة دينانسا تشوفوا ما لديك الأحاقية و لا عندك كان بعد المرات الناس كانت تفلت ولكن هذي الناس اللي يفلتو و اللي يسحب اليوم ريوس و صمراهم متطورين كانت تغربين إلى أخرى القواردة دي فنانساية أخوان كتدين الراديس كذلك و من بين القوانين اللي سيتغيرهم هنا القدم هو أنه سيكترون الراديس لذلك الناس اللي واخده و ما عندش فيه الأحاقية كان وحد النسبة كبيرة أنهم يلقوكم من بينهم وحد الشخص مغربي ليوم رأى مقاو ثلاثة الناس و وحد البلدية اللي هي صغيرة كان ثلاثة الناس اللي القوان من بينهم مغربين عنده سبعة و خمسين سنة ذيك لا رب الله أنه رفض طاليا عشر سنين ولكن السنوات الأخيرة دوزة في بلاد أخرى لذلك ما عندهش الحق أنه يستفد منه دعوه و الدعوة قدائية رهجينا يا إخوان حيث للتهمة هي النصب والإحتيال على الدولة وتاني حاجة يا إخوان هو أنه هذه القيمة المالية التي تتأخذها رخصة ترجعها مثلا هاتسيط خصوير الجارة ١١٠٠ أورو ١١٠ مليون لذلك إخوان لواحد ما يبقاش يقول نجرب و ربما تصدق ربما ما تصدقش نقدر نتفاهم واحد لك طيب كيكا تقدر تصدق لك تقدر ما تصدقش ولكن إخوان هاتسيلي فيه القانون وفيه الإمضاء وفيه يعني شروط عندك وما عندكش لواحد حسن ما يلعبش بالنار لا عندك الحق دير الطلب ما عندكش الحق بعد على تشتراع الصداع صراحتني إخوان هذا الموضوع معقد للغاية يعني لوكا تزايا قال لك أنا عندي ١٧ مليون جرعة عندي جوج كونترات جوا عنده شو ووساطة وقالوا لين قادرون بيعولوك الجلبة عنده جوج كونترات و ١٥ مليون و ١١١ مليون ولكن هذا الموضوع إخوان راه عشر يام هذا يوم ما يتكلمون لي ولكن اليوم لوكا تزايا خرج جانير الراديو وتكلم على هذا الموضوع لذلك جميع الصحف كتتكلم عليه واحد في هذا الناس كاملي اللي دايرن به هذا الموضوع كداب يا لوكا تزايا كداب يأنه الناس اللي بغيت بيعليه الجلبة الصعبة يأنه أركوري المفوض اللي يحاطينه لتدبير الأزمة الصحية هنا في إيطاليا كداب واحد فيهم هي إخوان كداب لا بده و باش تفهموا ما هو واقعي إخوان علش هذا الموضوع مهم لي الغاية وحساس لي الغاية ولا يعقل أنه إيطاليا الحدود الساعة بغيت جلب الناس اللي عندهم ٨٠ سنة ودخلنا رسميا في المرحلة الثانية يعني الناس اللي عندهم كسار من ٨٠ سنة كتجلب الناس اللي خدامن في القطاع ديالتدريس كتجلب الناس اللي خدامن في القطاع ديالتدريس كتجلب الناس اللي خدامن في القطاع ديالتصحة وبغيت جلب الناس اللي خدامن في الأمن وملاقيهش الجلبة غادة بشوية لذلك لماذا الاتحاد الأوروبي والدول للتحاد الأوروبي لا يوجد الجلبة؟ ويأتي أحد الرئيس للجهة تزايا ويقول لك أنا عندي 27 مليون جرعان قدر نشريها خاصني الأوكاي دي أركوري يعطيني الرخصة لكي نشريها أركوري بطبع يتحلي إخوان قبل ما يمشوا عند أركوري لوكا زايا تتاصب الوكالة دي الأدوية دي الإيطاليا قال لي أعطيني الرخصة لكي نشريها الدول قلت لي أنا شوف أنا كنعطيني الرخصة وش هذيك الجلبة يتبع في إيطاليا ولا ما يتبعش أما فيما يخص وش تشريوها واللوجيسيك وترونسبورو داك شي خاصكم تتاصلو بأركوري دبا هو كدير الضغط على أركوري وأركوري دي جو ستصداع عقلتي ولا ينسي كان كي يقولك أركوري ما خاصش بقع عنده ديك القوة لكينا حاليا دبا تزاد عليه سالفيني وبجوجهم كيهاجموه لذلك على حسب تسريبات الصحفي اللي كان يتبع حاليا إخوان أركوري غاين نقصلي من القوة دياله ولكن دبا هو حير وش يعطي الرخصة لتزايا ولا لا والصحفك تسائل علاش معاياتش لتزايا وقلس معاه وفهم الموضوع اشنا هو الغارب في هذا الموضوع كامل يا إخوان الغارب في هذا الموضوع يا إخوان هو تيقولك مستحيل تكون 27 مليون جرعة غتتبع في أوروبا في السوق اللي هي بعيدة على الكونترات للدول الاتحاد الأوروبي برمتها مع الشركة الفايدزر وكي نكونوا يعني في النساق الموضوع نرجم عني داس واحد برنامجي إخوان فلاساتي في بياتسا بوليتا كيتكلم عن نفس الموضوع كان واحد الواسيط اللي يبشى عن جهة لومبردية واخدام نعدهم لاب بونطا مينتو والبرنامج ديال بياتسا بوليتا تتفق مع الشيناس اللي كانوا حاضرين في ذلك الاجتماع ومشوا وداروا ليهم كاميرا صغيرة وسجلوا كل شيء وتقدروا تلقوا الحلقة في الانترنت مني مشوق السمعات يقولون هاد الواسيط انا رغنجيب لكم الجلبة غنجيب لكم في كاميوات وابلا انه كل شيء مضمون وعلى ضمانتي ولكن تمن رغت خلصها سبعين او رو تمانين او رو بطبيعة الحال الجلبة كتباع من فايدزر لدول الاتحاد الاوروبي اخوان بخمسة وعشرين او رو يعني غاي شريوها بالتمن بضوبل ثلاثة المرات لربعات المرات لخمسة المرات السؤال لي كيندابة بطبيعة الحالي اخوان هادك البرنامج راح تصل بفايدزر تصل باسترات زينيكا وتصل بموديرنا قال لي مواش بصح كتبيع الجلبة في الاتحاد الاوروبي لبعض الوسطاء اللي كيقدموهم الجيهات بثلاثة اي اخوان تافقوا على نفس الجواب تيقولين لم يستبعد ان نبيعه في الاتحاد الاوروبي جلبات من غير هادوك اللي كينين في الاتفاق اللي كينين مع اه الوكال هذه الادوية لالتحاد الاوروبي لانك اخوان المشكل اللي كينين حالي هو انه منين غي يجيب هاد الجلبات وبطبيعة الحال فذك البرنامج كانوا خبرائي اخوان التي يقولك مستحيل انك تجيب الجلبة دي الفايدزر وتبيع الوحد جيهة وانت واسيط عليش هتخصى الحرارة ناقص سبعين والشركة دي الفايدزر هي يلي كتجيب الجلبات ملش شركة ديالها كتحطهم في النقاط اللي الحكومة الايطالية حدثتهم لها يعني الشركة يلي كتكلف بالنقل هاد الواسط اللي غي يجيب لك الجلبة لا مشكلة نايك على انه الدول ديالتحاد الاوروبي كاملة يا اخوان وباش تفادى المافيات واتفادى النصب على الجيهات وعلى المستشفيات هاد الجلبة اللي كتشوفها هنا صغيرة لو قيت لك تخوى القرية ديالها كتتهرز علاش باش ما تبقاش القرية عصيناق ويهزوها المافيات من السبيطارات ويعمروها بالموني عمروها بشي حاجة اخرى ويجيوا يبيعوها للمستشفيات وللجيهات لذلك اخوان كان شي واحد اللي كتب الكورياري ديالا سيارات تساؤل اللي عنده علاش ار كوري ما يعايتش لتزايا ويقول لي اجي شكونا هم هاد الناس اللي بغين يبيعو لك اصلا تزايا قليمي اخوان وهذه النقطة اللي ما كتتفهمش الى كان الاتحاد الاوروبيش يشري بخمسة وعشرين اورو هاد القرعة ديالتحاد الاوروبي تزايا قليم اناي غنشري بنفس التمن ديالتحاد الاوروبي يعني فايزر غتبيع بثمان اقل نقولوا واه فايزر رابحة على الاقل كتحتارم الاتحاد الاوروبي كتسلم وهذاك الجرعات اللي تافقوا عليهم وهذاك شركة نتجو زيد كتبيعه بثمان اكثر كيف مقدارت مع الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني اخوان را قرب يكمل الشعب دياله كامل يجلب لهم كاملين ولكن را شتراوش جلبة ديالفايزر بالضوبل ديالثمان موضوع اخوان غادي نشوفه وحيدة اعطي الرخصة واش غي اعطي الرخصة واش غي عاية لدزايا وبطبيعة الحالة اخوان النقطة الاخيرة اللي غن نتكر لكم هو أنه دزايا قال احنا عدنا سبعة وعشرين مليون هو كالفانيتم حتاج عربعة مليون جرعة قال احنا غن نشيرو سبعة وعشرين مليون وغلن ناخدها مليون والباقية مساعد انا نفرق على الجهة كامل لذلك اخوان مشكله مشكل كبير فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا اخوان فهي كالآتي اليوم كنسجلوا 10386 حالة إصابة الناس اللي كنت توفى اليوم رهم 333 والعدد الإجمالي كيوصل 94171 الناس اللي اتشافات 14444 والناس اللي ما زال بوزيتيف وما زالك تلقى العلاج رهم 393000 أي بنسبة ناقص 4400 مقارنة بالأمس العدد ديال التحليك في ما كتشوفوا معي إخوان را تقريبا تزادوا وبزاف اليوم كنديروا 274000 البارح كانوا 179000 يعني تقريبا 100000 تحليل أكثر والتحاليل اللي هي كلاسيكية اليوم درنا 140000 تحليل البارح كانوا 77000 تحليل النسبة راها كتنزل إلى البارح كناء ولكن يعني بشوية صراحة البارح كناء كنلقوا ربعات الناس بوزيتيف في كل مية تحليلك تلقاوا اليوم تقريبا تلقوا ربعات وبعد مرات ثلاثة لذلك را ما تغيرش بزاف النسبة المئوية والناس اللي في الان عاش راهم كنقصوا بناقص 15 العدد ديالهم رام 2074 فيما يخص المستشفيات إخوان الرقم هنا را غلط فيه ولكن راهم نقصوا 55 شخص مقارنة بالأمس توزيع الحالات حسب الجهات فهو وكل آتي اللومبردية 1896 الفانيتو 638 الكامبانيا 1135 إيميليا رومانيا 968 بيومونتي 771 لاتسو 894 سيشيليا 625 توسكان 444 البوليا 694 ليجوريا 221 فريولي فانيتسة جوليا 162 ليماركي 177 بولتسان 564 لابروتسو 493 لومريا 233 سردينيا 60 الكارابريا 21 ترينتو 195 البازريكا 80 الموليز اسبعات الحالات والفالي داوستا 4 الحالات يا إخوان فيما يخص المغرب يا إخوان الناس اللي تلقات تجلب الحدود سعرهم 1.900.000 شخص يعني قريب من نجوش المليون الحمد لله رقم ممتز للغاية الحالات المؤكدة راهم 477 اللي تسجلوا اليوم الناس اللي تم الاستبعاد ديالامراهم تقريبا 9000 شخص الناس اللي تشافوا 1070 شخص والناس اللي توفاوا الله يرحمهم راهم 13 شخص العدد الإجمالي راك يفوت 8500 والناس اللي ما زالك تلقى العلاج في المغرب راهم قل من 10.000 شخص في حين أنه توزيع الحالات حسب الجهات فهو وكل آتي دار بيدا ستات 154 رباط سلاقون يترا 65 طانجتي طوان الحسيمات 49 مراكش أس في 31 الشرق 30 درعة فلالت 16 سوس ميس 11 وباقي الجهات فيهم قل من 10 حالات أخوان بهذا كوروصنا الآخر الحلقات صلى الله فريوسكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم